السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تبعيني الكرام طبيعي قناة ملاخر خلاص معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدور السعودي وترتيب الهدفين دور كأس الامير محمد بن سلمان السعودي المحترفين بعد مباريات اليوم الـ 1-22-5-22 في الجولة 27 من الدور السعودي اليوم تبعيني الكرام الفتح خسر من الطائق 1-2 احرى زاد في الفتح ايمن الخليف في الديئة 70 هدفي الطائق عن طريق مختار علي في الديئة 24 ودينير جوميس في الديئة 79 الاهلي تعدل امام ابها واحد واحد احرى زادة في الاهلي كارلوس ادواردو في الديئة 44 هدف ابها عن طريق سعد بقير في الديئة 37 الجولة متبعين الكرام بدأت تقدر تقول كده من يوم الخميس 12-5-22 بعد كده اتأجلت المبارات يعني معنا صح التعاون فازع الباطن حتى الان 1-0 والشباب فازع الفيصال 1-0 والاتفاق فازع الحزم 5-2 والرقى تخسر من النصر 0-3 ومستمرة معنا الجولة غدا باذن الله تعال عندنا مبارات قوية جدا من مبارات الاتحاد والهلال الساعة 8 مسامة بتوقيت مصر 9 مسامة توقيت مكهة المكرمة على قناة S-ACC Sport HD1 خلانا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الاحد متابعين الكرام تصدر الدورة حاليا في المركز الاول نادي الاتحاد بواحد وستين نقطة من ستة وعشرين مبارات الهلال المركز الثاني بخمسة وخمسة المركز الثاني بخمسة وخمسة 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 وخمس وحزم المركز 16 والاخير ب 17 نقطة خلالنا نتعرف على ترتيب الهدفين متصدر الهدفين متبعين الكرام اوديون اغالو لعب الهلال المركز الاول ب 21 هدف مركز ثاني تالس كاللعب النصر ب 17 هدف ورمرينيو لعب الاتحاد والمركز ثالث لندر طوم باللعب التعام ب 16 هدف والمركز رابع عبد الرزاق حمدالو لعب الاتحاد ب 14 هدف والمركز الخامس ايميليوز لاي لعب دمك ب 13 هدف والمركز السادس موسى مريجا لعب الهلال ب 12 هدف خلالنا نتعرف على ترتيب صناعة الهدف متبعين الكرام تصدر صناعة الهدف ماتيوس بيريرا لعب الهلال المركز الاول صناعة 10 هدف والمركز الثاني اغور كورونادو لعب الاتحاد صناعة 9 هدف وتختص طيز لعب الفيحاء والمركز ثالث عبدالله العمار لعب دمك صناعة 7 هدف وازغيان اليوس كلاعب الاهلي وفواز السكور لعب الشباب وهتام بهبر اللعب الشباب اشترك في القناة فعلى زر الجرس املاقي الفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو اخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته